وصل رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا هايلي مريم دي سالين إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة وكان في مقدمة مستقبلي بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية صاحب السمو الملكيل أمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيسي مجلس الوزراء وزير الداخلية كما كان في استقباله صاحب السمو الملكيل أمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار سمو وزير الداخلية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العبان الوزير المرافق وامين منطقة الرياضة المهندس ابراهيم السلطان وسفير خادم الحرامين الشريفين لدى جمهورية يوثيوبيا عبدالله العرجاني وسفير جمهورية يوثيوبيا لدى المملكة امين عبدالقادر ووكيل رئيس المراسم الملكية هشام بن حسن آل الشيخ وقاعدة الملك سلماء الجوية اللواء الطير ركر خالد بن فهد الروضان وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات استحب سمو ولي العهد دولة رئيس وزراء جمهورية يوثيوبيا في موكب رسمي الى قصر الملك سعود للضيافة